اشتركوا في القناة عشان يأكل أو يتغذى على العناصر داية لازم تكون في صورة ميسرة لأنه بدا هوت بمعنى أنه أنا مثلا لو أنت مثلا جبت طفله صغير كده وحطيته على دمه اتنين كيلو لحمة هيموته مش هيأكل اللحمة ليه؟ لأنه طفله صغير الصورة الميسرة اللي هيكلها هي اللبن تمام؟ ما يشرب لبن الصحة بتاعته تبقى تمام بس لحمة هيموت ومش هيقدر يقرب لللحمة كذلك النبات الصورة اللي انت بتحطها لابد تتحول للصورة الميسرة للنبات بمعنى لو جينا بنسل للعناصر أول خانة هي تفعل عنصر وبعد كده الصورة الممتصة لأيونات وكلمة أيون دي يا جماعة لإخواننا المهندسين الأيون ده يعني إيه؟ يعني عبارة عن الكاتيونات والأنيونات فهمني؟ يعني لما نقول الصورة الممتصة اللي هي الأيونات بتحتمل لتنين الكاتيونات والأنيونات طب يعني كاتيونات يعني تحمل شحنات موجبة زي ما انت شايف الأمونيا والبوتاسيوم تحت بعض أهمة والكالسام والماغنيسيوم وهكذا تمام؟ طب والأنيونات هي اللي بتحمل شحنة سالبة تمام؟ طب لتنين لما نقول بقى هما الاتنين السالب والموجبة بقى بنقول عليها الأيونات تمام؟ وبيقولوا الحركة في النبات إن كانوا متحرك ولا غير متحرك والدور المميز في حياة النبات وكاتب لك هواة مختصر تمام؟ كلام ده موجود في الكتب في كل الكتب عموما أنه ياخد الصورة طبعا من كتاب والكلام ده طبعا نحن عارفينه من زمان مش محتاج يعني ولكن طبعا عشان بس مش لسه هنكتبه والكلام ده احنا بنجيب لقطة من كتابه خلاص وجاز الله خير يعني اللي ناشر الكتاب فالعنصر الأكسوجين مثلا بياخده النبات على هيئة CO2 سانوكسود الكربون بياخده على O2 اللي هو الأكسوجين والحركة في النبات بيبقى متحرك والدور بتاعه بناء المواد الكربوهيدراتية ومركبات الطاقة المواد الكربوهيدراتية هي سكريات يعني ومركبات الطاقة تمام؟ الكربون CO2 وده متحرك سانوكسود الكربون الإدروجين اللي هي المية H2O بياخدها على هيئة على المية تمام؟ ومتحرك النيتروجين بياخده على صورتين صورة كاتيونات اللي هي الأمونيا هي الـ H4 وإن أسري اللي هي صورة النطارات وطبعا متحرك وأكبر وظيفة لبناء البروتين وتكوين الخلايا تمام؟ الفوسفرس أو الفوسفور رمز الكيمياء بتاعه الـ P وبياخده النبات على صورة H2BO4 طيب وHBO4 وبي او فور طيب لما أنا مثلا بحط حمض الفوسفوريك حمض الفوسفوريك رمز الكيمياء بتاعه H3BO4 تمام؟ لازم يتحول للصور اللي انت شايفها دي أو الدابة لازم يتحول للصورة اللي انت شايفها دايا علشان يقدر يدخل او يقدر يستفاد منه النبات طيب لو فضل كده بلا يبقى بعتبر عنصر غير ميسر للنبات والحالة بتاعته ايه متحرك داخل النبات الحرك في النبات طبعا عنصر الفوسفور عنصر متحرك داخل النبات بيعمل ايه دهوات؟ بيتركيب الأحماض النووية والDNA والRNA ومركبات الطاقة الATP والADP ومرافقات الانزيمات والكلام اللي احنا عارفينه دهوات تمام؟ بعد كده عنصر البوتاسيوم ورمز الكيمياء بتاعه K وبرو بيمتصع الصورة الكاتيونية اللي هي البوتاسيوم زائد ومتحرك بتنظيم العمليات الحيوية ومقسام الخلايا ونفازية الخلايا وتمثيل البروتين والكربون وانتقال الكربوهيدرات انتقال الكربوهيدرات يعني عشان كده بيقولك انه هو بالنسبة ليه المحاصيل الضرنية وحاجة اللي هي فيها نشوات كتير زي البطاطس بيبقى مهمة لها عنصر البوتاسيوم وبتستهلك بوتاسيوم يمكن اكتر من نيتروجين في المحاصيل دهية تمام؟ الكالسيوم اللي هو ال-CA واللي بياخده النبات على هيئة ال-CA كاتيون الكالسيوم اتنين بلصة هوت زائد وهو عنصر غير متحرك في النبات غير متحرك اه عشان كده دايما بيظهر النقص بتاعه في النبات من فوق وعلى السمار تمام؟ لانه عنصر غير متحرك وصعب انه هو ينتقل من الاوراق للسمار حتى لو موجود في الاوراق بكميات عالية صعب انه هو يتنقل من الاوراق للسمار بسهولة فلذلك يا جماعة احنا دايما نرش الكالسيوم حتى على السمار نفسها عشان ما يظهرش فيها عفا الطرف الزهري اللي احنا بنشوفه تمام؟ ان كان في الخيار او في الطماطع او في كده فبنبدأ رش بدري فيه وطبعا تكوين جدر الخلوية جدر الخلية نفسها نعرفين الخلية النباتية في بلايين من الخلية داخل النبات سواء في الصمار او في الاوراق او في جميع اجزاء النبات فلذلك بيتكون الجدر الخلوية والصفيحة الوسطى وعمليات المنقسام الخلوي تمام؟ طيب عشان كده دايما يا جماعة يقولك لو انت عايز الحباية بتاعتك صلبة او جمدة الصلبة بتاعتك عالية في الطماطم او في كده بقولك حاول تزود الكالسيوم لان الكالسيوم ده بايه بيبني الجدر بتاع الخلية وطالما بيبنيها يبقى بيبقى بيبقى ايه بيبقى الصمارة نفسها لو واخد حقها من الكالسيوم بتلاقيها جمدة وصلبة وبتتحمل التخزين وبتلاقيها زي الفل معاك الا اذا كان يعني اصناق الصمف اللي انت زارعه بقى ايه فيه مشاكل بالنسبة للصلابة زي الطماطم فيه بعض الطماطم طبعا اصناق في الطماطم بتلاقيها ما فيهاش اي صلابة خالص يعني فيه طماطم حتى ممكن من غير الله لو فيه حتى لو فيه نقص في الكالسيوم بره بتلاقيها ان هي بظروفها كده صلبة يعني تطرابها في الحتة ترد عليك وطبعا ديه زي الطماطم السلكية زمان كمتلاح ديكنو جرين اسمها تقريبا ارمية وتسعين تقريبا والسبع ستة خمسة هتعندهم صلبة جدا يضربها في الحتة ترد عليك من غير اي حاجة خلص حتى من غير الكالسيوم يعني هنتوقع يعني بالنسبة لي الماغنسيوم بياخدوا النباتة على ام جي اتنين بلص هو اتنين زائد وطبعا عنصر متحرك والدور بتاعه تكوين جوزي الكولوروفيل ومنشط للعديد بالانزيمات وطبعا احنا عارفين لولا الماغنسيوم متوجد شيء اخضر في الطبيعة فاذ كان الحديد بيدخل في تكوين جوزي الكولوروفيل فالماغنسيوم بيعتبر هو المؤسس بالنسبة لي الكولوروفيل او اللون الاخضر اللي انت بتشوفه في النبات الكابريت اس او فور انيون طبعا سالب الشحنة هو وبطيء الحركة طبعا بيدخل في تركيب الاحماض الامنية الكابريتية الاساسية كمناء المواد الطيارة ومرافق الانزيمات تهم في عمليات التنفس وطبعا من اكتر الحاجات اللي هي محبة لعنصر الكابريت اللي هي المواد الطيارة زي في البصل مثلا ده بيحب انه هو يكون فيه الكابريت بالنسبة لعنصر الحديد والمانجنيز الاثنين غير متحركين يعني الحديد غير متحرك بالمرة ولذلك دايما بنلاقي نقص الحديد في القمة النامية بنلاقي نقص الحديد فين في القمة النامية لانه بطيء الحركة بيكون النبات من تحت واخد حقه فيه بيكون من فوق الدنيا مش مصبوطة فيه فالصعوبة انه هو يبقى فوق او يتحرك للقمة النامية بتاعت النبات فنلاقي دايما اللون فوق اصفر شوية فبيبقى نقص الحديد طب نقص الحديد اصفر نفس الماغنيسيوم اصفر طب الفرق بينهم ايه نقص الماغنيسيوم بيبقى في الاوراق المسنة يا جماعة ودينفرقها كويس ونقص الحديد بيبقى في القمة النامية اما نقص النتروجين او الازوت تقريبا بيبقى على النبات كله تمام وطبعا عارفين الحديد تركيب العديد من الانزمات المسؤولة عن تنفس وعملية الاكسادة والاغتزال المانجنيس وده برضو بطيء الحركة ومنشط انزيمي في التنفس وتمثيل البروتين بالنسبة لعنصر الزنك زد ان بياخدوا النبات على الصورة الايونية ده الكاتيونية اسف وهو عنصر طبعا متحرك الزنك ودرورة تكوين الاكسجين وتمثيل البروتين والكلوروفيل النحاس سي يو كاتيونة هوت النحاس غير متحرك بطيء الحركة الاكسادة ولا اتزال الدور بتاعه وله دور في التمثيل الضوئي وتكوين الكولوروفيل برضو يا جماعة بس مش قوي بصراحة يعني نزلك دايما الشتلات في المشتر بنحاول ان ادهرشت نحاسة الازرقت كده معك مش عشان اللون لا ولكن هو فعلا ده ظروف النحاس يعني تمام وبعدين صعبة اساسا ان يحصل عندنا نقص النحاس لان طبعا احنا عارفين ان احنا بنستخدم مبيدات نحاسية كتير فعنصر النحاس فعشان كده صعب ان هو يسقط مننا في عملية التغذية البورون البي او ستري ناقص ماينص ده غير متحرك طبعا البورون طبعا انتقال الخلايا وانتقال السكريات وانبات حبوب اللقاح عشان كده دايما يقولك رشوا البورون والكالسيوم مع بعض لما يكونش فيه عقد عشان بنشط الانبات بتاع حبوب اللقاح ودايما طبعا البورون مشكلة ان هو عنصر سام وطبعا لو زاد عن الحد المسموح به طبعا بيعمل لنا مشاكل كتير جدا في النبات عشان كده المفروض بتحطه بكميات قليلة جدا لان الفرق بين الحد الحرج وحد الكفاية منه بتلاقيه او حد التسمم وحد الكفاية منه بتلاقيه قريب جدا من بعض فعشان كده دايما بنقول يعني براحه في عنصر البورون عنصر البورون يا جماعة مهم كمان في حاجات زي لبعض المحاصيل زي بنجر السكر مهم جدا لبنجر السكر على اساس ان ما يحصلش ظاهرة القلب الاجوى في بنجر السكر وان هو بره بيعمل عملية انتقال السكريات عنصر الموليب دينام يا جماعة دم العناصر اللي هو الشاز عندك شوية هو عنصر متحرك تمام ويهمل اختزال النطارات داخل النبات او الى اومونيا يعني انت لو عندك مثلا في زيادة في زيادة في زيادة في تسميد الاوزيت بترش موليب دينام بيلملك القصة دهية تمام لو عندك زيادة او في تسميد الازوتي بترش رشة موليب دينام بتدقيه عمل لك اختزال للنطارات داخل النبات والبورون موليب دينام مع بعض مركب اسمه نيتريت بلانصر بنصفي به البطاطس لما نحب ان احنا ننزل العرش بتاع البطاطس فبنرشه موليب دينام بورون في مركب اسمه نيتريت بلانصر المركب ده هو طبعا بيتخلط معه بوتاسيام نطارات مثلا وبيترش على نبات البطاطس بس طبعا بيكون بعد التسعين يوم كمان بنبدأ نرش ورش على العرش بنبص اللقاء العرش تصفى معنا وراح زي الفل والكلور طبعا متحرك وطبعا الكلور طبعا محدش يعني موجود كتير في الشوايب بتاعة الاسمه ده وكده محدش بضيفه ولكنه حينصر مهم من العناصر المهمة داخل النبات بنكتفي بالتعريف ده هو طبعا انا اعتقد ان الفلاح المزاق الهاوي على فكرة جماعة ليهوى الزراعة مطالب انه يعرف الحاجة دهية المهندس لازم يكون عارف الحاجة دهية مهما كان اي قسب طالما نزلت البيوت المحمية او نزلت الاراضة تشتغل كفيل دمان اه لازم اه تبقى ملمة بالحاجات دهية اه عشان ما فيش واحد يلقم وحاضره وقولك الكلام ده اول مرة اسمعوا الكلام ده مش اول مرة اسمعوا المفروض ان تسمعوا من زمان بشكر حضراتكم والحلقة اللي جاية باذن الله تعالى بنكمل في العناصر الغزائية بحيث ان احنا اه نعرف احنا بنقول ايه اه بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة